عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الثالث عنوان فرعي التطور الربوبي عاجز عن إنقاذ الموقف البعض من التطوريين قد يجادلون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بتبرير الانتظام بطريقة مشابهة لما يقوم به الخلقيون وذلك بالاستناد إلى الله الذي يدير الكون بطريقة شبهي قانونية فليس جميع التطوريين ملحدين إنما العديد منهم يؤمن بأن نوعا من الآلهة قد استخدم التطور ليقوم بتشكيل جميع أنواع الكائنات الحية وهذا ما ندعوه بالتطور الربوبي لكن إضافة إله ما إلى التطور لن يقوم بتقديم حل للمعضلة ذلك أنه لا يوجد أي ضمان بأن الإله الذي يقدمونه سوف يدير الكون بطريقة متسقة ومنتظمة كما يفعل الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس حتى في حال أنهم أعلنوا إيمانا بإله الكتاب المقدس فإن ذلك لن يقدم حلا للمشكلة إذ أنه يمكننا أن نسأل حينئذ اقتباس كيف يمكنك أن تعرف بأن الله سوف يدير المستقبل كما أدار الماضي نهاية الاقتباس فالخلقي التوراتي يستطيع الإجابة على هذا بالقول إن الكتاب المقدس يعلم هذا الأمر لكن التطوري لا يستطيع أن يقدم إجابة جيدة ذلك أنه لا يؤمن بالكتاب المقدس أو على الأقل لا يؤمن بكامل الكتاب المقدس كسفر التكوين مثلا حتى نكون واضحين قد يمتلك التطوري الربوبي إيمانا قويا بأن الله أو إله من نوع ما سوف يقوم بإدارة المستقبل كما أدار الماضي وبالتالي فإن قوانين الطبيعة سوف لن تتغير مع تغير الوقت لكن تذكر أن الإيمان بشيء ما يجب أن يمتلك تفسيرات جيدة لكي يعتبر عقلانيا ولا يمكن أن يكون مجرد رأي تعسفي فالخلقي التوراتي يمتلك أسبابا جيدة لإيمانه إذ أن الله قد أعلن في كلمته بأنه سوف يدير الكون بطريقة متسقة لكن التطوري الربوبي يحتاج إلى إنكار الكتاب المقدس بوصفه معيارا أعلى ذلك كونه ينكر سفر التكوين لذلك السبب فهو لا يستطيع أن يقوم بالاستناد إلى الكتاب المقدس على أساس أنه يقدم قاعدة لمعرفته عن الإله في محاولة أخيرة قد يحاول الخلقي التطوري أن يقول لكني أقبل معظم الكتاب المقدس أنا ببساطة أرفض فقط القراءة الحرفية لزفر التكوين وبالتالي فأنا أؤمن بالانتظام وذلك اعتمادا على تعليم الكتاب المقدس نهاية الاقتباس لكن هذا رد فاشل لسببين أولا إن الكتاب المقدس الذي يعلم عن الانتظام يعلم أيضا أن الله قد خلق الكون في ستة أيام ثانيا إن أساسات الانتظام تترسخ في سفر التكوين مثل التكوين 8-22 وهي التي يرفضها التطوري دون الكتاب المقدس سيفقد الأساس العقلاني للانتظام فالتطور الربوبي لا يمتلك سببا جيدا للإيمان بالانتظام وبالتالي فهو لا يمتلك الأساسات التي تبنى عليها العلوم إن الانتظام لا يتطلب فقط وجود إله من نوع ما إنما يحتاج وجود الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس والذي أعلن عن ذاته فوحده الإله الذي هو خارج حدود الزمن والمتسق والوفي وكلي القدرة وكلي الوجود والذي أعلن عن ذاته للجنس البشري هو وحده قادر على أن يؤمن وجود الانتظام في الزمان والمكان لذلك فإن الخلقية التوراتية يستطيع أن يفسر سبب وجود الانتظام في الطبيعة يوجد معلومات إضافية توضح أسباب عدم عقلانية الموقف الذي يتخذه التطوريون الربوبيون في الملحق ألف ترجمة نانسي قنقر